2022 نزل كذا إصدار ترافو سكاك أول إصدار هو الإير ماكس 1 اللي هو معنا النهاردة بس نزل بثلاث ألوان نزل بلون بروك براون نزل بالساترين جولد ونزل بالويت ليمن دروب الألوان الثلاثة دول أنا معي منهم واحد اللي هو البروك براون بالنسبة للساترين جول كان موجود بس لأسف ما عرفتش أجيبه بالريتيل برايس أما بالنسبة للليمن ويت ليمن دروب ده كان ليميتد جدا وتقريبا ده كان فريندان فاميلي فصحاب ترافو سكاوت وأهل هما اللي هيكون معهم من السنيكر ده فده ما نزلش أوفيشل للناس كلها نزل معها هدوم كتير جدا السنيكر ده نزل معها حتى إير ترينرز واحد باللون البني والتاني باللون الرصاصي بصراحة دول كانوا بريك وما كانش ع بني بس هما واخدين نفس الستايل بتاع الهايكين بالظبط في نفس الوقت برضو الارماكس واخد الستايل بتاع الهايكين الثدور اللي كان جامد قوي السنة دي من ترافو سكاوت كان هو الجوردين لو ريفرس موكا فالنهاردة احنا يكون معنا البروك براون اير ماكس وان ترافو سكاوت فانت يعني انت لو معك الاسنيكر ده بريتيل برايس أحلى مسعليك ولو بتحب كمان الارماكس فانت يعني مش عارب صراحة انت شوف وقول لي انت لو عارف الارماكس وان شكله عامل ازاي اير ماكس وان شكله مش كده خلص يعني فهم دي بقى الباور بتاعت الكاليبوريشن اللي انا بحبها بصراحة في ترافو سكاوت يعني انت بتشوف شوز اصلا ترافو سكاوت منزله تحس ان هو دي سلويت جديد ده ده فيه تفاصيل كتير جدا لاين جديد للهايكينج انسباريشن لترافو سكاوت لانه دايما بيلبس حاجات الهايكينج فتقريبا عملها في الشوز حاليا والالوان اللي بيختارها برضو دي الوان ترافو سكاوت الالوان الارث تون انا عن نفسي بتعج بدي جدا وتلاقي برضو نفس فكرة الهايكي موجودة في السنيكر ده زي ما انتشايف الليس، الـس، التفاصيل اللي هنا دي كلها تخدمة من الأحيكينغ فكرة الهايكينغ او الهدون بتاع الهايكينغ فتعنين خش في السنيكر ونشوف ماذا التفاصيل اوه التتالي الجاية معاه ان اشهر حاجه موجودة في مايكي طبعا زي ماحنا عارفينوا اللي هي عملت الباز في التسعينات والتمننات اللي هي الـ اليوم الموجوده لو اخدت بقلك ان اير يونت هنا مش ظهرة ومش مبينها هنا بس هي اصلا ستيل موجودة يعني لو دص جوه هتلاقيها حاس ان في اير يونت موجودة بس هي مش ظهرة هنا لان تقريبا اير يونت لما تكون موجودة في السنيكر بتخلي السنيكر اكتر سبورت سبورتش يعني اسم هو بتاع رياضي اكتر بس وهو داريها من هنا وخليها ايه شكلها احسن جدا عجبان الفكرة دي ديزاين حلو جدا بالنسبة لانا ناس سنيكر بصراحة الالوان اللي مستخدمها ترافوس كات ودي الالوان اللي هو اصلا بيستخدمها كتير وانا شخصيا بيك فان الالوان ديت اللي هي الوان الارث تون لون البوني درجات البوني ودرجات الايج لو شايفي الميت سول من هنا تحس ان هو مصفر فيبين انك حس ان السنيكر ده قديم اصلا بس هو لا هو جاي كده اصلا فبيعجبني فكرة دي جدا الماتيري اللي جاي مع الترافوس كاتشو هو جاي معظمه بالنوباك ماتيريا النوبك متيريه هي حاجه مبين الليثر العادي وما بين السويد بس معموله بالساند بيبر فما فيهاش الشعر اللي بيطلع من السويد المتيريه الليّ بتبقى نعمة اكتر من الليثر العادي فهي هتكون جيه في الطو كاب من قدام جيه باللون البرون البراون الغامئ اللي هو من قدام هنا و جاي من فوق باللون جولد فشكلها حلو جدا و انا شايف انها تكون فابريك او مش ماتيريال من هنا تبقى احسن عشين الكريزز متحصلش فى الجلب او في النوبك او في السويد جدا لون الويد في الطنج وماشي لحد الطنج فبرضو الطنج ذات نفسه نوب بوك ماتيريال حلو جدا اللي هو مش فابريك برضو الطنج وجاي من هنا باللون الجول ميماتش برضو مع الاوتسول حيكون جاي براون من تحت وده الايرماكس الاوتسول العادي جدا بس طبعا مكتوب فيه كاكتس كور والميني نايكي سوش هنا حلو دي انا اخدت بالي منه دلوقتي حلو الفكرة دي البانيل من جوه الاسنيكرا حتلاقي النايكي سوش معدول عادي جدا مخوش اي مشكلة ده النايكي سوش اللي بيجي مع الايرماكس العادي بس من هنا طبعا الباكورد سوش وده اللي زول الناس كتير جدا اول ما نزل ترافيس كات 2018 الموكا ريليس جوردن وان هاي طبعا معروف جدا لما نزل ال او جي سنيكر هيد او الناس القديمة جدا في السنيكر كميونيتي اتزاولت من الموضوع ده لانه انه ازاي تقدر تعمل السوش باكورد احنا واخدين عليه من سنين جدا النايكي سوش معدول شبه ده فانت ازاي تعمل دي سرسبيك الجوردن وان وتخلي ان السوش باكورد انا بصراحة انا شايف انها مفقاش مشكلة جدا انك تغير حاجة في السنيكر وتخليها شكلها جامد كده فانا مش متزاول انه هو اغير حاجة في السوش بالعكس دي حاجة بتبين اللي هو ده ترافيس كات كوليبوريشن لما تكون تشوف باكورد سوش ترافيس كات على طول السنيكر مش جاي بروباط واحد هو جاي بالروباط ده الاصلي مربوط فيه وجاي بروباط تاني لون البني اللي بيماتش مع الالوان اللي في السنيكر انا شايف ان اللون الاساسي اللي جاي معا حلو لانه بيماتش مع الحاجات الموجودة وبرضو اللون البني هيمشي كتير جدا لان ستيل السنيكر فيه بني كتير قوي هتقدر تغير ما بين الاتنين انا شايف الاتنين حلوين طبعا السنيكر من ورا زي ما انت عارف اي ترافيس كات ريليس بيجي بفردة نايكي وفردة كاكتس جاك ده في كل الريليس كده على فكرة انا اخطب علي السنيكر ده برضو بتاع ترافيس كات في فردة نايكي اير وفردة كاكتس جاك فدي حاجة معروفة جدا في الترافيس كات ريليس انه هو بيبقى فردة متظهر بيبقى فيها اللوجو بتاع ايرماكس او جوردن او ترافيس كات في ناحات تانية ونفس الكلام برضو لو شايف الانسول هتلاقي النايكي هنا وحتلاقي الكاكتس جاك في الناحية التانية انا شايف ان الانسول والانتريار تحت الاسنيكر شايفها ان هي نعمة ومريحة اكتر من الارماكس العادي فهم برضو مركزين في الراحة بتاعت الاسنيكر طبعا الماتيرات كلها نوبوك فحتبقى نعمة معاك فمش هيبقى فيه اي مشكلة حدهك من ناحية الراحة في الاسنيكر انا من رأيي لو انت بتحب الارماكس 1 الاسنيكر دوت هيبقى 10 على 10 بالنسبالة انا حد الاسنيكر الريت بالنسبالي انا هو هيكون 8 ونص من عشرة لاني انا مش بيك فان للارماكس لانها ما بتجيش على رجلي قوي انا عايز اعرف ايه اكتر ترافيس كاد اسنيكر بتحبوه اكتبوه اكتبوه في الكوميت ويعمل البيل عشان تقدر تشوفه في الفيديوهات اللي هتنزلتاني عشان فيه ترافيس كاد شوز حامل لها برضو ريفيو على التشانيل ديت فاشوفك الفيديو جدير واسنيكر جديد سلام عليكم